السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل ليلة النصف من شعبان وفضل صيامها وقيامها وما ورد فيها من أحاديث النبوية ولكن فضلا وليس أمرا لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بهذا الفيديو ليصل إلى أكبر عدد من المسلمين بإذن الله ليلة النصف من شعبان هي ليلة الخامس عشر من شهر شعبان وتبدأ هذه الليلة بعد صلاة المغرب من يوم الرابع عشر إلى طلوع فجر اليوم التالي ولهذه الليلة أهمية خاصة ففيها تم تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام وذلك في العام الثاني من الهجرة على أرجح الأقوال ومن أسماء ليلة النصف من شعبان ليلة البراءة وليلة الدعاء وليلة القسمة وليلة الإجابة والليلة المباركة وليلة الشفاعة وليلة الغفران والعتق من النيران ولليلة النصف من شعبان مزية خاصة أن الله سبحانه وتعالى فضلها بعد ليلة القدر قال عطاء بن يسار رحمة الله عليه ما من ليلة بعد ليلة القدر أفضل من ليلة النصف من شعبان يتنزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيغفر لعباده جميعا إلا لمشرك أو مشاجر أو قاطع رحم وهي ليلة مباركة ورد في فضلها عدد أحاديث صحيحة صححه العلماء وأيضا يوجد منها أحاديث ضعفها آخرون وإن أجازوا الأخذ بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال فهي جائزة ومن هذه الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة أتدرين أي ليلة هذه قلت الله ورسوله أعلم قال صلى الله عليه وسلم هذه ليلة النصف من شعبان إن الله عز وجل يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويؤخر أهل الحقد كما هم أخرجه البيهاقي وروا الإمام أحمد وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع الله إلى عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويمهل الكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر لي فأغفر له ألا من مسترزق فأرزقه ألا من مبتلى فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر رواه الترميذي فهذه الأحاديث بمجموعها حجة على من زعم أنه لم يثبت في فضلية ليلة النصف من شعبان شيء فينبغي لكل مؤمن أن يتفرغ تلك الليلة لذكر الله تعالى ودعائه بغفران الذنوب وستر العيوب وتفريج الكروب وأن يقدم أو أن يقدم على ذلك بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى حتى يتوب الله عز وجل فيها على من يتوب قال ابن تيمية رحمه الله وأما ليلة النصف من شعبان ففيها فضل كبير وكان السلف من يصلي فيها ولكن الإجماع على من يقوم بإحياء هذه الليلة في المساجد فإحياء هذه الليلة في المساجد بدعة لن يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وقال الإمام الشافعي رحمه الله وبلغنا أن الدعاء يستجاب في خمس ليلة الجمعة وليلتي العيدين وأول رجب وليلة النصف من شعبان وقيل إن للملائكة في السماء ليلتي عيد كما أن للمسلمين في الأرض يومي عيد فعيد الملائكة ليلة النصف من شعبان وليلة القدر وعيد المؤمنين في الأرض يوم الفطر ويوم الأضحى ولهذا سميت ليلة النصف من شعبان ليلة عيد الملائكة وأما حكم صيام ليلة النصف من شعبان فلا يخصص هذا اليوم للصيام فيه ولكن يسن صيام هذا اليوم على أنه من الأيام البيض لا على أنه يوم النصف من شعبان فإن أحاديث النصف من شعبان لا تصلح للإحتجاج به بل هي أحاديث ضعيفة والله تعالى أعلى وأعلم نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في شعبان وأن يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقدين اللهم آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته